في ظل الانتشار المتسارع للقريمة الإلكترونية تعاني الدول والمجتمعات والأفراد انتهاكا صارخا لحقوقهم التي ازدادت بالتزامن مع تطور التقنيات والتكنولوجيا الرقمية التي يسرت سبل التواصل وانتقال المعلومات الهجمات السبرانية لم تقف عند هذا الحد فحسب بل باتت عبءا يثقل كهل الحكومات والمنظمات ماديا جراء سرقة معدات وبيانات تكنولوجيا المعلومات ففي بيانها الأخير قالت الجمعية الرقمية الألمانية بيتكوم إن أعمال التجسس والتخريب الرقمي والصناعي ستكلف بلادها 206 مليارات يورو في 2023 للعام الثالث على التوالي وذلك وفق مسح شمل ما يزيد على ألف شركة ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي تعاني وإلات الجرائم الإلكترونية فحسب برنامج مشاريع الأمن السبراني من المتوقع أن تكلف هذه الثغرات العالم نحو ثمانية تريليونات دولار كما ترجح العديد من التقارير الدولية زيادة تكاليف الأضرار الناجمة عنها على مستوى العالم بنسبة 15% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى عشرة تريليونات ونصف تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025 ارتفاعا من ثلاثة تريليونات عام 2015 الأمن السبراني مسألة تؤرق الحكومات والمنظمات الدولية التي تسعى إلى تحقيقها عبر تشريعات وقوانين تحد من انتشارها وتعاقب مرتكبيها بما يشكل توازنا بين حماية المجتمع وحرية التعبير اشتركوا في القناة